نروح لأخبار النادي الأهلي علشان نتابع معكم آخر الأخبار ونبدأ معكم بالكابن شريف كرامي يعود للتدريبات في منتصف شهر أغسطس شريف كرامي حارس النادي الأهلي يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية في منتصف شهر أغسطس المقبل بعدما أعلن الجهاز الفني واللي أكد أن حالة اللاعب مطمئنة للغاية وأنه بيستكمل برنامجه التأهيلي والعبار وأنه فيه تحسن مستمر وقال أيضا الجهاز الفني أن الفحصات الطبية اللي أجراها كابتن شريف كرامي في ألمانيا تثبت أن ركبة كابتن شريف في تحسن مستمر بعد إجراء جراحة لإزالة عظام زائدة في وقت سابق خمس شهر أغسطس إن شاء الله يكون موجود كابتن شريف كرامي بشكل طبيعي في التدريبات بعد الفترة اللي بيخضع فيها إلى العلاج الطبيعي طيب لسه مع أخبار المصابين ومحمود وحيد ظهير الأيصر للنادي الآلي حالته في تحسن مستمر أعلن أيضا الجهاز الفني للفريق الأول لقرة القدم بالنادي الآلي أنه بيقول تحسن حالة محمود وحيد الظهير الأيصر للفريق بعد خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي للتخلص من إجهات العضلة الضمة والاشتكى منها خلال الأيام الماضية ومنعته من المشاركة في ودية البلاستيك الأخيرة والتدريبات الجماعية وقال الجهاز الفني أيضا أن محمود وحيد سيخضع لفحص طبي جديد يوم الأثنين لتحديد مدى إمكانية مشاركته في ميران اليوم نادي الآلي نارض إن شاء الله بيؤدي تدريبات مسائية على ملعب مختار التيتش قبل ما يختتم الفريق استعداده في القاهرة غدا بميران صباحي وبعدها يسافر إلى الأسكندرية للمبيتة للاستعداد لمباراة المقاولون العرب إن شاء الله في ملعب برج العرب ميستر مارتن لساتي يعقد جلسة مع وليد سليمان ومران محسن ميستر مارتن لساتي زي ما حضرتكم يعني ده جزء من التدريبات النادي الآلي بشكل عام لكن مارتن لساتي كان حريص جدا على إنه يعقد جلسة منفردة مع وليد سليمان وصلاح محسن مش مران محسن متأسف لعبي الفريق قدال المران المسائي واللي يقيم مساء اليوم على ملعب مختار التيتش وده كان ضمن محاولاته لتجهيز جميع اللاعبين فنيا ومعنويا وحطه تحت معنويا دي مليون خط لاعب كرة القدم في الفترة الحالية أو لاعب النادي الآلي في الفترة الحالية محتاج أنه معنويا يكون ماشي بشكل كويس جدا وتكون معنوياته مرتفعة لاعب الكرة معنوياته لما بيكون مرتفعة فنيا بيقدر أنه يكسر الدنيا وبالتالي مستر ماتن لصاتي تكلم مع وليد سليمان في جلسة منفردة بحضور كابتن واهل المترجم وزيها مع صلاح محسن وبالتالي كانت جلسة مهمة جدا علشان يشتغل على الجزء الفني والجزء المعنوي أيضا مستر ماتن لصاتي وحاضر اللاعبين قبل انطلاق الميران كان في محاضرة جمعتنا بين المدير الفني والفريق الأول كانت جلسة مطولة أو محاضرة مطولة قبل انطلاق الميران اللي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش وده استعدادا ليه مواجهة المقالون العرب اللي هتقوم إن شاء الله يوم الأربع في إطار منافسات مطولة الدوري العام متكلم فيها المدير الفني مع اللاعبين عن الجوانب الفنية والخططية والتركيز على الجانب المعنوي من خلال تحفيز اللاعبين وده أيضا جزء مهم جدا وهو الجزء التحفيزي الخاص بلعبي كرة القدم ودائما بيكون فيه هدف بيلعبه عليه من خلال وجود هدف يقدر الحافز يكون أكبر الأداء والروح والحماس يكون أكبر وكمان أحمد الشيخ بينتظم فيه ميران النادي علىها لأحمد الشيخ لاعب الفريق الأول انتظم فيه ميران الفريق الجماعي واللي يقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش في إطار استعدادات الفريق لمواجهة المؤلين العرب واللي هتكون إن شاء الله يوم الأربع على ملعب برج العرب كان اشتكى أحمد الشيخ من كدمة في إصبع القدم تسببت فيه غيابه عن ميران أمس واكتفى بجلسة جيم قبل ما يشارك اليوم فيه الميران الجماعي رمضان صبحي بيشارك فيه ميران الأهلي رمضان صبحي لاعب الفريق الأول أيضا شاركه هو كمان وانتظم في ميران الفريق اللي أقيم مساء اليوم بعد تعافيه من الإصابة اللي تعرض لها في ودية البلاستيك وكان رمضان تعرض لإصابة بشد فيه العضلة الضمة طبعا أبعدته عن المشاركة الجماعية فيما بدأ اليوم المشاركة بشكل تدريج طبعا خبر مهم جدا ورمضان صبحي واحد من اللعيبة المهمة جدا وجوده مع زميله بيطمنهم ووجوده مع زميله بيرفع روح المعنوية للفريق وعد رمضان واحد من الأوراق الربحة اللي بالنسبة ليه المدير الفني للنادي الأهلي وأيضا هو لاعب مهم مش بس للنادي الأهلي بالنسبة ليه منتخب مصر واللكرة المصرية بشكل عام نروح لإخطاء ناشئين ونسيب الفريق الأول والكابتن فتح مبروك يعلن عن موعيد اختبارات أبناء الأعضاء في فارع مدينة نصر وفارع الشيخ زيد كابتن فتح مبروك مدير قوار ناشئين في النادي الأهلي أعلن عن موعيد الاختبارات لأبناء الأعضاء مجانا وده في فروع نادي الأهلي بالشيخ زيد ومدينة نصر ويكون الاختبار بالكرنيه يعني أنا بقول الأعضاء اللي موجودين في مدينة نصر ونادي الأهلي الشيخ زيد إنها يكون فيه اختبارات لأولاد حضراتكم للحابب يكون موجود ويختبر على إنه إن شاء الله يتم التحق بفرق البراعم والناشئين في النادي الأهلي هيكون بالكرنيه فقط لغير بدون أي استئمارات حقول لأحضراتكم سريعاً الموعيد علشان قبل ما نروح لفاصل إن يوم 27 يوليو الجاري ونركز جداً في الموعيد دي نحاول إن احنا نعرضها لحضراتكم على الشبعات الفاصل هيكون موليد 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 في الشيخ زيد من الساعة 9 الصبح حتى الساعة 12 الظهر على أن تكون موعيد اختبارات موليد 2002 و2003 و2004 و2005 بالشيخ زيد يوم الحد 28 يوليو الجاري من 9 الصبح حتى الساعة 12 الظهر يوم الاثنين 29 يوليو موعيد الاختبارات اللي تكون في مدينة نصر 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 بمقارن أهلي بمدينة نصر من 9 الصبح حتى الساعة 12 أيضاً يوم الثلاثة الموافق 30 يوليو هتكون اختبارات 2002 و2003 و2004 و2005 أيضاً بمدينة نصر من 9 الصبح حتى الساعة 12 الظهر دي الأربع موعيد المختلفة سواء يومين في الشيخ زيد وسواء يومين في أهدي مدينة نصر هنروح لفاصل وبعدها نرجع عن السابق للأستاذ جمال الظهري خليكم معنا